أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان المصري والبرلمان البيلاروسي من خلال تبادل الرؤى والخبرات البرلمانية كما أكد رئيس مجلس النواب خلال استقبال رئيس الوزراء البيلاروسي رومان جلوفتشينكو بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة أكد على أن اللقاء يعد ترجمة حقيقية لعلاقات الود والصداقة والتعاون بين مصر وبيلاروسيا على كافة الأصعيدة وأكد على ما تتمتع به العلاقات على مستوى القيادة السياسية لمصر وبيلاروسيا من صداقة وطيضة لافتا إلى ضرورة تعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الصناعي بين مصر وبيلاروسيا فضلا عن ضرورة زيادة الاستثمارات البيلاروسية في مصر